بأمل في موسم حصاد وجني وفير يواصل البشير رعاية زرعه مستبشراً خيراً بالأمطار الأخيرة التي شهدتها قريته بعد توالي سنوات الجفاف قريباً تيفوق العاملي فتقريباً في 41% بالنسبة للأمطار بعده مقارنة مع السنة الماضية وبالنسبة للفلاحة بالنسبة للأمطار الأخيرة هي كما تقولون هي البشرة التي تنتسنها والحمد لله لكل حال للماشية أيضاً نصيب وافر من غيتي المطر كما يقول هذا المزارع الذي لم يترك له الجفاف سوى بقرتين وبفرح يشير إلى تحسن مؤشر مياه السد في قريته في ضواحي الرباط حيث ارتفع مخزون السدود في المغرب بنسبة مليار متر مكعب عن نفس الفترة من العام الماضي وفق أرقام رسمية تقعش دا كيشب عربها موتي أفراح بالله تولي فلاحة مزيانة كسبة تولي مزيانة وذلك شي لعدنا في الأربيا حنايا لقد اتشتريتها حاجة ما كينا أي تساقط مهمة جداً بالنسبة للمغرب أولاً غتخلي أننا نحقق الفاضية للقانون المالية بأننا نوصل له أحد المحصول للحبوب من 75 مليون قنطر مياه الحبوب هذا أمر لي هو مهم جداً أمر تاني هو أننا ستساعد القطيع الحيواني دياننا بأن اليوم على الأقل العلف ستكون متوفر على أول كلاء بالنسبة لصغار الفلاحين ينظروا اتجاه هذا لكن التحسن غير كاف وفق خبراء لتجاوز أزمة ندرة الماء وإخراج المغربي من دائرة أكثر بلدان العالم المهددة بالعطش الحكومة تعمل على حلول من بينها إنجاز 20 سداً جديداً لتوفير ما يناهز 24 مليار متر مكعب بزيادة 5 مليارات متر مكعب عما توفره السدود الحالية في مواسم المطر كنا حلول بديلة اللي ممكن تساهم في اقتصاد الماء واللي أولاً فيها الجانب التربى والجانب التوعى والمواطن لدفعه لحسن استعمال هذه المادة الحيوية ثم ثانياً يبدأ حلول بديلة خاصة أن نتحدث اليوم على تحلية مياه البحر 15 مليار دولار هو حجم الميزانية المرصودة لحل مشكل ندرة الماء في غضون أربع سنوات إلى أن يتم تجاوز الأزمة بشكل نهائي عام 2050 حسب توقعات حكومية رغم إشارة الأرقام الرسمية الأخيرة إلى تحسن ملحوظ في مخزون السدود والمياه الجوفية وتوقع موسم زراعي متوسط لا تزال الحاجة ملحة وفق خبراء لحلول جدرية لأزمة ندرة المياه كتحلية مياه البحر بدل انتظار غيط المطر الذي قد لا يأتي أحياناً فاطمة بغنبور الحرة منطقة سهول ضواحي الرباط